بالحديث عن مستشفى الشفاء تعلمون وضع المنظومة الصحية في قطاع غزة خاصة مجمع الشفاء الذي يعد رأس تلك المنظومة في معالجة ضحايا العدوان كيف ترون مطالبة جيش الاحتلال بإخلاء تلك المستشفى حسنا كما تعلمون لقد سمعنا هذه الادعاءات من المحتلين منذ عامين 2006 و2008 وكانت تلك هي المرة الأولى التي يقولون فيها الشفاء هو مركز قيادة وكرروا ذلك في عام 2014 أثناء الهجوم ولم أرى حتى الآن أي دليل على أن هذا هو الحال على العكس من ذلك فقد تمكنت من السير بكل حرية في كل أنحاء مجمع الشفاء الطبي لقد مشيت دون أي قيود لقد التقطت صورا ومقاطع فيديو من الأعلى والأسفل والداخل والخارب كنت نائما في المستشفى أثناء القصف ولم أرى قائدا واحدا من المقاومة في المستشفى وأعتقد أن هذا تكتيك من جانب الإسرائيليين إنهم يريدون أن لا يتحدث الإعلام عن القضية المهمة وهي أنهم قتلوا حتى الآن حوالي 9000 شخص وجرحوا حوالي 25000 شخص هذا ما نحتاج أن نتناوله في حديثنا هذا ما يجب أن تدور حوله كافة اللقاءة والمحادثات الهجمات واسعة النطاق على المدنيين إنهم يريدون تشتيت الانتباه والحصول على هذه الإدعاءات غير المثبتة بأن مجمع الشفاء هو نوع من مراكز القيادة ولكن خلال الأيام القليلة المواضية لم يكن بحاجة لذلك لقصف المستشفيات لقد قصفوا مستشفى الصداقة التركي بشكل مكثف ومستشفى السرطان في غزة وقصفوا أيضا مستشفى الحالو الذي كان الآن جناحا للولادة لأن مستشفى الشفاء اضطرت إلى إخلاء جناح الولادة لنقل جميع السيدات إلى هذا المستشفى الصغير ثم قصفها بعد ذلك ولم يزعم أن أي من هذه المواقع هو مركز قيادة لذا فإن هذا مجرد إلهاء لأنهم يريدون إبعاد الضوء عن الشيء الأكثر أهمية وهو القصف المستمر للأهداف المدنية في غزة لقد كانوا يقتلون طفلا واحدا كل عشر دقائق لمدة ثلاثة أسابيع الآن وسيمرون قريبا ويقتربون على حافة عدد إجمالي أربعة آلاف طفل فلسطيني يقتل في هذا الصرع هل هذا للدفاع عن بلدك وقتل الأطفال؟ هل هذا ما يبدو عليه الدفاع عن بلدك؟ هل هذا أحد أشكال الدفاع؟ مهاجمة المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس؟ لا هذا عدوان هذا عدوان الاستعمار إنهم يريدون الاستيلاء على أرض غزة وفلسطين لتوسعة رقعة إسرائيل والسيطرة الاستعمارية لذا قطبيب أعتقد دائما أنه من المهم عدم علاج الأعراض بل علاج السبب الجذري للمشكلة والسبب الجذري للمشكلة في غزة الآن هو احتلال فلسطين احتلال غزة بالحديث عن الأوضاع الكارثية التي لحقت بالمؤسسات الطبية في قطاع غزة كالمستشفى التركي التي ذكرتها وغيرها الكثير إذا تحدثنا عن مجزرة مستشفى المعمداني كيف كان شعوركم كطبيب أولا وكمواطن لدولة غربية ثانيا في ظل الدعم الواسع في أغلب الدول الغربية لما يسمونه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حسنا يا ليندا لقد كان الأمر مؤلما جدا عندما علمت بتفجير مستشفى الأهلي أنا أعلم هذه المستشفى تماما عملت خلال الانتفاضة في مستشفى الأهلي عندما كان الإسرائيليون لا يزالون في غزة كانت هذه نقطة مقاومة رئيسية وقاموا بمعالجة المدنيين الذين أصيبوا خلال الانتفاضة أنا أعرف مدير المستشفى وأعرف العاملين وطاقم المستشفى إنها مستشفى جميلة وكان لدي شعور بالندم والغضب عندما علمت بالأمر وأنا لا أهتم بهذه الصواريخ لأنه لو لم يكن هناك احتلال ولو لم يكن هناك حصار على غزة ولو لم يكن هناك قمع مستمر وفصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني لما كان هناك أي صواريخ على الإطلاق وهذا أحد أعراض مشكلة أكبر بكثير ألا وهي الاحتلال لذلك شعرت بالحزن الشديد كما تعلمون مستشفى الأهلي مستشفى قديم يديره المعمدنيون طاقم عمل ممتاز وشعرت بالخجل من كوني أوروبي شعرت بالخجل من دعم أوروبا للعدوان في فلسطين أشعر بغضب شديد تجاه الرئيس جو بايدن والسيد بلينكين الذين يربتاني على ظهور المحتلين ويقولون لهم هيا هيا سنعطيكم المزيد من الأسلحة يمكنكم قتل المزيد من الأطفال يمكنكم قصف المزيد من المستشفيات وهذا بالنسبة لي يعد انتهاكا تاريخيا وصارخا للنظام الدولي إنه انتهاك تاريخي لاتفاقية جينيف وبالنسبة لنا جميعا كبشر فهو هجوم على البشرية وعلى قيمة حياة الإنسان كل هؤلاء الأطفال الفلسطينيين الذين سيقتلون قريبا والذين سيبلغ عددهم أربعة آلاف يمكن أن يكونوا أطفالنا يمكن أن يكونوا مصريين يمكن أن يكونوا نرويجيين يمكن أن يكونوا إسرائيليين أو أمريكيين ماذا كان سيقول العرب حينها لذا بالنسبة لي إنه وقت مخجل